موسيقى 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 بعد القصير تتصدر حمص وحلب وريف دمشق صورة للمشهد العسكري في مسعى حثيث لتسجيل مكاسب في العسكر تستثمر في التفاوض على طاولة جناف اثنين وبدأت قوات النظام السوري مدعومة من حزب الله هجوما على بلدة البويضة الشرقية آخر مواقع مقاتلي المعارضة في ريف القصير الذي كان قد لجأ إليه آلاف المقاتلين والمدنيين والجرحة قبل سقوط المدينة أمس في وقت طالب فيه مجلس الأمن الدولي بالسماح بممر إنساني إلى القصير التي نقل منها الصليب الأحمر اليوم عشرة جرحة عبر عرسال إلى مستشفيات البقاع على المستوى اللبناني فقد أقسم أمراء طرابلس على ألا يمر يوم بلا عنف وإذا سكن الليل تمرد النهار لكن وحدات الجيش أعلنت استمرار عملياتها الرادعة والمتشددة وتنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس مهما كلف ذلك وعلى كل بقعة يراد منها أن تكون محور قتال بين أبناء المدينة بيان قيادة الجيش نبه إلى ما يحاك من مخططات لإعادة لبنان إلى الوراء واستدراجه إلى حرب عبثية فيما لفت كلام وزير الدفاع فايز غصن عن انزلاق الشمال إلى حافة منزلق خطر بعدما أصبح الأمن رهينة بين من يتلاعبون بأمن الناس وحياتهم وما خلى الإنذار الأمني فأن مشهد طرابلس لا يبدو أنه يأتمر إلا بأوامر المخازن وإن كانت التصريحات السياسية لقيادات المدينة تضفي على زعماء المحاور راحة وطمأنينة لبنان المثقل أمنيا من خاصرة الشمال المجروحة تتزايد أثقاله الاجتماعية بتدفق النازحين السوريين وهو ما رأى فيه رئيس الجمهورية اليوم عبءا وخطرا إلى حد أنه لم يعد بإمكان هذا البلد حكومة وشعبا تحمل تبعات واقع النازحين مقترحا تقاسم الأعباء المادية والعددية مع لبنان عن طريق مؤتمر دولي وبالطرق الثنائية كما فعلت ألمانيا هدوء النهار في طرابلس لم يكتب له النجاح بعد الظهر تقرير رون الحلبي في الساعة الخامسة والنصف من بعد الظهر تجددت الاجتباكات في طرابلس وتحديدا في منطقة الأسواق الداخلية التي كانت قد بدأت يوم الخميس بين عائلات من انتماءات حزبية مختلفة وتحديدا حركة الناصريين العرب والسلفيين وعلى الرغم من دخول الجيش المنطقة فالتوتر كان سيد الموقف على طول النهار إلى أن تجددت الاجتباكات ما أدى إلى وقوع خمسة جرحة اثنان منهم في حال الخطر وعلى الأثر تدخلت أفواج من الجيش اللبناني لفضي الاجتباكات فيما سمعت أصوات الطلقات النارية في أنحاء طرابلس وعلى المحاور بين جبل محسن وبيب التبيني وفي وقت تمكن الجيش من ضبط الوضع قال رئيس حركة الناصريين العرب الحاج عبد الكريم النشار إن هناك أطرافا تريد إلغاء الآخرين وصلت معنا للمرحلة لأنه يا أخي ما بدون غيرون عن الأرض ما بدون غيرون بالبلد واللي منه معناه هو يسكر ويرحل الآن الجيش موجود نحن بوجود الجيش نترك الأمر للجيش هو يعالج الأمر يعرف كيف يعالج الأمر لكن إذا الجيش لا أحوله منه قدر يعالج الأمر نحن بنعالجه أما نهار طرابلس فبدأ أكثر هدوءا ما أعاد الحركة ولو خجولة إلى الشوارع وأعطى المواطنين فرصة للاطلاع على الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم الجيش اللبناني نفذ انتشارا واسعا في المدينة وعلى المحاور ودخل شارع سوريا وعمل كذلك لفتح كل الطرقات التي أغلقت أمس مسيرا دوريات بشكل مستمر الشيخ نبيل رحيم أمل أن يكون انتشار الجيش متوازنا انتشار السلاح للأسف لم يكن محصورا مع العقلاء مع من يحسن التصرف بالسلاح إنما مع أشخاص ربما بصراحة مرتبطين بجهات أمنية خارجية أو بأجندات سياسية إقليمية يسعون بشكل مستمر إلى توتير مدينة طرابلس أنا لم أقل أن طرابلس أصبحت كقندهار أنا الذي قلته أن بشار الأسد وحلفائه في لبنان يسعون أن يظهر طرابلس أنها تشبه مدينة قندهار بالانفلات الأمني بالعدم بسيطرة المجموعات والعصابات على مدينة طرابلس وكان النائب السابق مصباح الأحدب قد عقد مؤتمرا صحفيا قال فيه إن التنازل لحزب الله هو ما أوصل طرابلس ولبنان إلى هذه الحال من عدم الاستقرار ونقول للنواب أنتم اليوم معارضة وموالات مددتم لأنفسكم بدماء الطرابلسيين إذن ثلاثة أسابيع على بدء هذه الجولة من الاشتباكات وقع فيها ستة وثلاثون قتيلا ونحو مئتين وتسعين جريحا هي الجولة السادسة عشرة من الاشتباكات في لحظة تسجيل هذا التقرير وقد تكون السابعة عشرة لحظة عرضه ففي الشمال لم يعد يفصل بين الجولة والأخرى سوى تساعات قليلة أحيانا من طرابلس رونا حلبي قناة الجديد لقادة محاور طرابلس ومن خلفهم حرب خاصة بهم حرب تتفاوت تكلفة اليوم الواحد فيها بين 100 ألف ومليون دولار تحقيق كريستين حبيب كالنقود المعدنية ينهمر الرصاص في طرابلس وخلف هذا الرصاص فعلا نقود لكن أكثر من معدنية نقود سياسية تشتري السلاح ومن يحمله تنادي بالتهدئة نهارا وتسعر المعارك ليلا بعد أن تكون قد سعرتها في السوق السوداء فعنا بعل محسن اللي هني الحزب العربي الديموقراطي بأمر السيد رفعة عيد وعنا ببيبت بين المجموعات اللي كلها تأتمر بأوامر السياسيين اللي موجودين بطرابلس مثل مجموعة للرئيس ميقاتي مجموعة للوزير الصفدي مجموعة لأبو عبد كبارة مجموعة للسلفية كل المجموعات عندها هونيك حتى في بطرابلس هلأ في ناس مع الحزب يعني في مراكز لحزب الله بقلب طرابلس فكل هالمجموعات عندها مسؤولين عنا وعن بغزوها بالمال والسلاح بين التبين وجبل محسن محاور وقادة محاور مشهد يذكر ببيروت الحرب الأهلية مع فارق في الأسماء هنا الريفا والمنكوبين والأمريكان وغيرها وهنا مسلحون يقالوا إن بعضهم يتلقى في مقابل إلقاء كل رمانة عشرين ألف ليرة لبنانية فلكل سلاح تكلفته ولكل مقاتل قيمته إذا ما ناخد أزيفة للأر بي جي اللي هي أكتر شي مستعملة بترابلوس الأزيفة كانت حقها قبل ما تصير الحرب بسوريا شي ميتين دولار هلأ مفؤودي مفؤودي الأر بي جي أزيفة بالسوق السوداء حق ألف دولار إذا بس بدي إقلك بليلة نص هادئة إذا بس ميت أزيفة ميت ألف دولار الحرب في سوريا إنعكست ارتفاعا في أسعار الأسلحة وبالتالي سوقا سوداء مع العلم أن معظمها آت من العراق والأردن وتركيا لكن لا مشكلة فالتمويل موجود ويغطي كل الأصناف والأحجام إضافة إلى أجرة المسلحين طلقة الدوشكة حقها 5 دولار الـ 14 ونص الكلاشين والأم سكستين حقها 1200 ليرة يعني حقها دولار ونص إذا ليلة هادئة في مناوشات وإذا في مثلا 10 ألف طلقة هذه 15 ألف دولار وإذا عندك 200 طلقة أر بي جي يعني 100 ألف دولار يعني يكون الليلة الهادئة 200 ألف ويكون الليلة حامية إذا 500 أزيفة بس أر بي جي 500 ألف دولار ما عديتلك أن الرماني اليدوي اللي كان حقها 5000 ليرة صار حقها 75 دولار وإذا 100 ألف طلقة حقهم 150 ألف دولار وخمسم عندك مليون دولار على القليلة مصروف زخيرة بالليلة الأوية أضف إلى كل تلك الأصناف بندقية نوفيسكي التي دخلت المعارك من الباب العريض وسعرها 8 ألف دولار إلى جانب الأمفور المسعر بـ 5500 دولار هي الأسلحة تنهمر كالنقود المعدنية في باب التبين وجبل محسن فيما لا نقود بين أيدي الأهالي لشراء خبزهم اليومي كريستين حبيب قناة الجديد وتعقيباً على ما ورد على لسان العميد شارل الشيخاني حول تمويل مسلحي التباني جاءنا من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه ينفي ما قيل عن دعمه للمسلحين جملة وتفصيلاً وأن موقفه الثابت هو دعم القوى الأمنية الشرعية وليس أي مظاهر خارجة على القانون كما كان رد من مستشاري الوزير محمد الصفضي أنتوان استنطين أسف أن يكون العميد شيخاني قد ألقى بكلام دون أن يتحمل مسؤوليته هذا كلام يترتب عليه مسؤوليات أسف جداً لأن يكون قد ألقى نوع من التهمة بحق عدد من السياسيين يهمني موضوع الوزير محمد الصفضي نحن ننفي نفياً قاطعاً حاسماً أن تكون للوزير الصفضي أي علاقة في الاشتباكات الدائرة ليست له أي مجموعات مسلحة لا يمول لا يسلح إطلاقاً أي مجموعات أو أي أفراد نقل الصليب الأحمر اللبناني عدداً من الجرحى الذين أصيبوا في معالك القصير ونقلوا عبر بلدة عرسال في البقاع الشمالي وبعد اتصالات حفيفة بين قيادات حزب الله والجيش اللبناني وفعليات سياسية لتأمين طريق سير سيارات الصليب الأحمر جرت قرابة الساعة السابعة ونصف من مساء اليوم عملية نقلهم من عرسال إلى البقاعين الأوسط والغربي وقد توزعوا على المستشفيات علمت الجديد أن استخبارات الجيش اللبناني استدعت محمد عبد الرحمن شمندور الملقب بأبو عبد شمندور للتحقيق معه غداً صباحاً وهو شقيق الفنان فضل شاكر وكان مسؤولاً في تنظيم جند الشام سابقاً والتحقيق معه يدور حول موضوع أمني كبير حصل مؤخراً في مدينة الصيدة الرئيس سليمان يشيد بانتشار الجيش في طرابلس قيادة الجيش تؤكد أن استعمال السلاح يقابل بالسلاح ميقاتي يطالب بتأليف حكومة تتحمل مسؤولياتها وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزلي أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ارتياحه إلى خطة الانتشار التي نفذها الجيش اللبناني في منطقة طرابلس ومحيطها مؤكداً أن الوقت حان ليدرك الجميع أهمية إبقاء ساحتنا الداخلية في منأن عن ارتدادات ما يحصل حولنا وانعكاساته الداخلية خصوصاً بعدما ثبت أن انخراط الأفريقاء في الاقتتال والمواجهات انتصاراً لهذا الطرف أو ذاك ثمنه الوحيد سقوط اللبنانيين الأبرياء وإلحاق الخراب والدمار في الممتلكات من دون أي تأثير في المعادلات الميدانية القائمة وجهت قيادة الجيش نداء إلى المواطنين دعتهم إلى التنبه لما يحاكم من مخططات لإعادة لبنان إلى الوراء واستدراجه إلى حرب عبثية وإلى الحذري من الشائعات الكاذبة والتضليل الذي تمارسه بعض الجهات السياسية والدينية وأكدت قيادة الجيش أن استعمال السلاح سيقابل بالسلاح وأنها لن تتدخر جهداً لتجنيب الأبرياء ثمن غايات سياسية وفئوية تريد خراب لبنان دع الرئيس نجيب ميقاطي خلال افتتاح الميرجان الدولي لرسل السلام إلى الإسراع في تأليف حكومة تتحمل مسؤولياتها طالباً من الأفريقاء اللبنانيين العودة إلى الحوار كما أكد أن حماية لبنان تكمن في الابتعاد عن الصراع في سوريا من جهة أخرى أن الواقع الأمني والسياسي والإداري الحالي في لبنان يتطلب تسريع وطيرة الاتصالات لتشكيل الحكومة الأوضاع الأمنية والجهود المفذولة للإفراج عن مخطفي أعزاز عرادها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والتقى بري أيضاً الوزير السابق فارس بويز الذي بحث معه في قانون التمديد للمجلس النيابي مؤكداً استحالة إجراء الانتخابات في موعدها خصص الوزير انقول صحناوي مؤتمره الصحفي لتسليط الضوء على تمنع المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة عبد المنعم يوسف عن بيع شركات توزيع الانترنت خطوطاً دقمية دولية الناس بتوقفنا بالشارع بقولوا لي معقولي وزير ما بيقدر يشيل مدير عام أي والله من بعد اتفاق الطائف ودستورنا الجديد أي مدير عام لا ينشال هذا بيكون ضمن التعيينات الفئة الأولى لا ينشال أو لا نشبه ويعمل شيء بده تلتان مجلس الوزارة ولأن معركة الاتصالات معركة تكنولوجية بامتياز ولا يمكن إلا لطائف آخر إيجاد حل لها دخل على خط المواجهة سلاح الانترنت خصوصاً التري جي وكان الدور الأبرز للواتس أب إذ جرى تناقل صورة من خلال هذا التطبيق على أجهزة الخلوية الذكية وفيها عبارات باللغة العربية والإنجليزية تقول إن يوسف اتخذ خطوط الانترنت رهينة وتطالب الشعب اللبناني بالتحرك وتأليف لبي للضغط باتجاه ما وصفه بتحرير القطاع من يد عبد المنعم يوسف وبالعربي افتح يا منعم رفعت الجماعة الإسلامية في صيدة مئات اللافتات حجداً لمهرجانها الذي يقام في الملعب البلدي يوم الأحد بعنوان جيش الثوار يدعمه الأحرار بمشاركة أربعة منشدين يتقدمهم الفنان التائب فضل شاكر لكن اللافتات الجماعة لقت استياء من سكان منطقة الفيلات حيث ارتفعت هذه اللافتات فوق مآذن الجوامع ما اعتبره السكان استفزازاً وخلال مؤتمر صحفي أعلنت الجماعة الإسلامية أن هناك حملة بخلفية وجهات معروفة قد بدأت افتعال المشكلات لإفشال هذا النشاط ثم انتقلنا إلى مسلسل من الاعتداءات اليومية على اللافتات وصولاً إلى الاعتداء وإطلاق النار على مناصري الجماعة أثناء رفعهم هذه اللافتات وما نزال إلى هذه الساعة نعيش هاجس حماية حريتنا في التعبير نتيجة لإصرار أصحاب الرأي المخالف وهم قلة ولكن مسلحة ومدعومة على مصادرة هذه الحرية طلب وزير العمل سليم جريسات القضاء بالتحرك بدعوة ضد والد الطفلة التي حملها أبوها سلاحاً وإطلقت رصاص بوسطه في مدينة ترابلوس على مرأة العالم وذلك في كلمات ألقاها في ورشة عمل للإعلاميين من أجل دعم قضية الأطفال أسرعت في اتخاذ لدبير فورية وعاجلة بزفة رجل قانون بمناشدة القضاء والقوى الأمنية بإجراء ما يلزم لتوقيف المسلح الذي أشرف على فعل الطفلة البريئة بإطلاق النار كون الجريم مشهود دعا العلام السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة إلى لقاء إسلامي إسلامي كمقدمة للقاء وطني جامع لدراسة كل السبل الأيلى لوأد أي فتنة قد يخطط لها البعض فإننا نخشى من الفوضى التي ستكون هي العنوان الذي قد يأكل الأخضر واليابس عندنا تضامنا مع المطرانين المختطفين في سوريا بولو سيازجي ويوحنى إبراهيم نظم لقاء مسيحي الإسلامي بدعوة من حوزة الإمام السجاد العلمية بالتعاون مع ربانيون بلا حدود واللقاء الروحي في الجبل حضروا حجزهم من الشخصيات الروحية والمدنية وطالب الحاضرون كل صاحب موقع ومسؤولية بالعمل للوحدة والعيش المشترك المسيحي الإسلامي اقتراح روسي بإرسال قوات سلام روسية إلى الجولان والسيناتور الأمريكي جون مكين يطالب بلاده بالتدخل عسكريا لدعم المعارضة في سوريا والحر يأسر عناصر لحزب الله في ريف دمشق اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال قوة سلام روسية لتحل محل الكتيبة النمسوية التي تعتزم الانسحاب من هضبة الجولان مع تمدد النزاع السوري إلى هذه المنطقة الواقعة على خط التماس بين سوريا وإسرائيل نظرا إلى الوضع الصعب الذي يتبلور اليوم في هضبة الجولان سيكون بإمكاننا الحلول محل الكتيبة النمسوية التي ستغادر هذه المنطقة إن الأمر يتعلق بمقترح يمكن أن يتحول واقعا فقط إذا أبدت القوى الإقليمية اهتماما وإذا طلب مننا الأمين العام للأمم المتحدة ذلك وفي مؤتمر صحفي جمعه بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو في موسكو وصف وزير الخارجية الروسي سورجي لافروف الدعوات إلى تقييم الوضع في مدينة القصير السورية بأنه عملية ضد السكان المدنيين بالنفاق الدعوات التي أطلقت في الآوينة الإخيرة لإدانة ما يجري في القصير على إنه عملية ضد السكان المدنيين هي نفاق كبير واستغلال الكوانين الإنسانية الدولية في سوريا بهدف رسم لوحة مشوهة أمر غير مكبول ومواصلة الدعم العسكري للمعارضة السورية من أجل تغيير الوضع الميداني لن يفضي إلى شيء أمريكيا هاجم السيناتور الأمريكي جون مكين سياسة الرئيس باراك أوباما بشأن سوريا لافتا إلى أن الأزمة في الشرق الأوسط تتجه نحو الطائفية وطالب مكين القيادة العسكرية للولايات المتحدة بضرورة وقف الدفاعات الجوية التابعة لنظام الأسد وأقال إن لم تستطع القيادة فعل ذلك فلماذا إذن ندفع مليارات الدولارات على تطوير أسلحتنا وإن لم يفعلوا ذلك فأعتقد أنهم يسرقون أموالنا في تطوير الأسلحة أما الأحداث الميدانية فتصدرها الإعلان عن مقتل قائد لواء التوحيد في الجيش السوري الحر واسمه عبدالقادر صالح في اشتباك مع الجيش السوري في حلب وكان صالح قد هدد قبل أيام بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت وما بعد الضاحية ردا على معركة القصير وأفادت لجان التنصيق السورية أن الجيش الحر يأسر عناصر من حزب الله وأبو الفضل العباس في معظمية الشام وفي حلب ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة تدور بين مسلحي المعارضة والقوات النظامية في محيط مبنى القيادة بمطار منق العسكري والذي تتحصن فيه القوات النظامية وفي درعة تتعرض المدينة للقصف من قوات النظام وبينما قال المركز الإعلامي السوري أن القوات النظامية قصفت مناطق في زملكة وحرست بريف دمشق تحدث الجيش السوري الحر عن اندلاع معارك وصفها بأنها الأعنف مع قوات النظام على طريق مطار دمشق الدولي وقال إنه قتل 45 جنديا نظاميا كما أكد أنه قتل قائد عمليات النظام في الغوطة الشرقية العقيد سلمان إبراهيم مع ثلاثة آخرين من عناصر النظام هذا ووجهت الأمم المتحدة نداء لجمع خمسة مليارات ومئتي مليون دولار حتى ديسمبر في رقم قياسي تاريخي لمساعدة أكثر من عشرة ملايين سوري أي نحو نصف عدد سكان سوريا تضرروا من جراء النزاع في بلادهم ومن اليابان طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بالإفراج الفوري عن الصحفيين الفرنسيين ديدي فرانسوا وإدوار رياس الذين اختفي منذ يومين أثناء تغطيتهما للصراع في مدينة حلب بعد أعلان النمسا انسحاب جنودها من القوات المنتشرة لمراقبة فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا عاد السؤال حول مصير الأندوف ودورها في أكثر لحظات الصراع حرجا مع احتدام المعركة على جبهة الجولان وإعلان النمسا سحب جنودها من المنطقة إثر إصابة اثنين منهما عادت الأضواء لتصلط على مصير القوات الدولية لمراقبة فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل المعروفة باسم الأندوف حادث الجنديين النمسويين لم يكن الأول الذي تتعرض له القوة منذ بدء الأزمة فقد سبقه اختطاف واحد وعشرين من عناصرها في مطلع أذار الماضي في وقت يعد الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون تقريرا يقدمه إلى مجلس الأمن عن سيناريوهات تعديل ولاية الأندوف ومستقبلها ومع انسحاب القوات النمسوية البالغ عدد عناصرها 377 من أصل 911 يشكلون مجمل البعثة فإن الدول المشاركة بأفراد عسكريين تبقى أستراليا والهند والفلبين بعدما انسحبت كرواتيا وكندا الانسحاب جاء إثر تهديد للدول الأوروبية في حال رفعت الحظر عن السلاح المتوجه إلى سوريا أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المقابل سارع إلى إبداء استعداده للمشاركة بقوة روسية بديلة عن النمسوية المنسحبة وبحسب الأرقام التي ينشرها موقع الأندوف الرسمي فإن التفويد الحالي للقوة مستمر حتى الثلاثين من حزيران العام الحالي وهي تضم إلى 913 جنديا 40 موظفا دوليا و98 موظفا محليا أما الميزانية المعتمدة من مطلع تموز العام 2012 حتى نهاية الشهر الحالي فهي نحو 46 مليون دولار توفر من أنصبة مقررة لحساب خاص وجود القوة في المنطقة يعود إلى عام 1974 بعدما أطلقت الولايات المتحدة مبادرة لفض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية الذي كان قد وقع في أكتوبر عام 1973 وتحتفظ القوة بمنطقة عزل تبلغ 80 كيلومترا في طولها وتختلف في اتساعها من 10 كيلومترات في الوسط إلى أقل من كيلومتر واحد في أقصى الجنوب وهي تحظى بمعسكرين أساسيين وأربعة وأربعين موقعا تقوم بالمراقبة الدائمة وإحدى عشرة نقطة للمراقبة مقر قيادة القوة موجود في معسكر الفوار في الجولان ولها مكتب في دمشق وتتولى عمليات المراقبة وإزالة الألغام ومساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدما دخلت قوات حفظ السلام في صلب الأزمات المشتعلة تدرس الأمام المتحدة اليوم مستقبل هذه القوات فيما الأجدر قد يكون إعادة تعريف دورها إن لم يكن إعادة تعريف السلام نفسه التظاهرات في تركيا مستمرة وأردوغان يؤكد رفضه العنف وانفتاحه على المطالب الديمقراطية والاتحاد الأوروبي يطمئن أنقرة لم تلقى دعوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف التظاهرات فورا أذانا صاغية ففي اليوم الثامن من بدء الاضطرابات الشعبية المناهدة لحكومته لم يردخ المتظاهرون لأوامره بل احتشدوا مجددا في ميدان تقسيم الشهير الكائن في وسط اسطنبول وفي العاصمة أنقرة وكرروا مطالبتهم باستقالة إردوغان وأمام أنصاره الذين تجمعوا فجر الجمعة في مطار اسطنبول لاستقباله وزوجته ندد إردوغان بمن وصفهم بالفوضويين والمتطرفين الذين يتظاهرون في شوارع المدن الرئيسة متحدين سلطته وطالبهم بوقف تحركهم شرعية جاءت من صناديق الانتخابات لذلك أدعوكم إلى عدم الانخراط في أعمال العنف لضبط النفس والنأي عن الألعاب القذرة والاحتجاجات غير القانونية واشنطن الحليف الأقوى لأنقرة وصفت خطابة طيب بأنه غير مفيد ولا يساهم في ذهدئة الوضع وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جينيفر باساكي دعم بلادها للذين يتظاهرون سلميا ويمارسون حرية التعبير لكنها دعت المسؤولين إلى تجنب الإدلاء بتصريحات غير مفيدة لا تساهم في تهدئة الوضع في تركيا أوروبا من جهتها وفي حضور إردوغان حثت تركيا على التحقيق في استعمال الشرطة القوة المفرطة وعلى محاسبة الفاعلين لكنها في المقابل طمأنت أنقرة إلى أن التظاهرات الجارية فيها لن توقف عملية انضمامها إلى المجموعة الأوروبية أرفض العنف ضد المتظاهرين وأنا منفتح على المطالب الديمقراطية الشعب التركي يشعر بأحباط بسبب المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الذي يكيل بمكيالين بشأن تركيا لا توجد أسباب منطقية لرفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي كذلك دعت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل الحكومة التركية إلى عدم استعمال العنف ضد المتظاهرين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن انفصاله عن زوجته على الهواء مباشرة ولمن يهمه الأمر القيصر بات حرا بعد ثلاثين عاما أنهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زواجه من شركته لودميلا على نحو لم يعهده لكراملين سابقا الطلاق الذي وصف بالحضاري كون صدمة للشعب الروسي وإن كان ذلك مرجحا بعد شائعات كثيرة طاولته وغياب شبه تام منذ عام تقريبا فالظهور الأخير للودميلا كان خلال حفل تنصيب بوتين العام الماضي إعلان الطلاق أتى عبر التلفزيون الرسمي بعد حضور الزوجين أمسية في مسرح للبالي قال بوتين إنه قرار مشترك وعقبت زوجته السابقة بالقول إن الزواج انتهى لأنهما لا يرى بعضهما بعضا وهي لا تحب الأضواء لودميلا الأتية من بيئة متواضعة كانت قد تعرفت إلى زوجها في أثناء عملها مضيفة طيران عام 82 وقد تزوجا بعد عام واحد وهي استمرت في الظهور بانتظام مع زوجها حتى عام 2007 ثم عاشت بعيدا من الحياة العامة فيما كان بوتين ينفي شائعات طاردته بشأن زواج ثاني من بطلة أولمبية من دون أن ينفي هجر لودميلا وإن كان واسيم روسيا وملوع قلوب فتيات كثيرات مضطرا إلى نفي شائعات خيانته سابقا فليست هذه حاله اليوم بمجرد إعلان الطلاق هجم نصيب ساكن الكراملين استزاحمت الدعوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي من فتيات يعلن خطبتهن إلى الرئيس المطلق فمن أفضل من رئيس قوات عظمى عائدة إلى الساحة الدولية بجسد رياضي وعينين زرقوين شاب لبناني وصبية لبنانية لديهما فرصة للوصول إلى الفضاء هل يصل اللبنانيون إلى الفضاء بعدما ضاقت بهم الأرض؟ السؤال ليس مجازيا إذ إن الفرصة متاحة لصبية لبنانية تدعى تالعطيه وشاب لبناني يدعى محمد عباس ليشارك في رحلة شركة أكس العالمية إلى الفضاء في شركة أكس العالمية عامل المسابقة لتبعت 22 شخص على الفضاء فأول شيء هذه المسابقة من 60 بلد حيكون في تصويتات على الفيسبوك بس تخلص أول مرحلة حينقوا كذا شخص من كل بلد بيبعطوهم على أورلاندو وفلوريدا هونيك بيصير في تدريبات وسميولايشنز بتشبه أنه جيو فورسز الموجودة بسبيس محمد عباس قطع شوطا أبعد من تالا ووصلا إلى فلوريدا فيما الفرصة لا تزال متاحة أمام تالا أيضا لعبور البوابة التي قد توصلها إلى الفضاء لتحقيق حلمها أهلا أنا تلميزة فيزيكس في أيو بي تاني سنة هيدا فهذا موضوع بحبه وبيعني لي أنه موضوع الفضاء وشو فيه بره وأنه بحب اكتشف أنه الإشار اللي دايماً بدرس عنها بحب أنه شوف فعلاً هي شوف فأنه هذا موضوع حيعني لي أصواتكم عبر الإنترنت هي وحدها التي قد تحجز لتالا تذكرة الرحلة إلى الفضاء ومن يدري قد ترفع مع زميلها محمد عباس اسم لبنان عالياً في الفضاء الخارجي والآن ننتقل إلى النشرة الفنية مع الزميل شادي خليفة مصر خير شادي مصر خير جورج الحمد لله تمام اليوم شو عنا بالنشرة الفنية؟ اليوم عنا فرحة بالنشرة الفنية آخر غنية نزلتها ألين خلف حلوة كتير ألين عم بتغيب يمكن لظروف إنتاجية أو لظروف خاصة أو حتى تحضير أوات بتكون ظروف فنية صوت حلو كتير ألين خلف عندنا نجاحات كتير وهيذي بالنشرة الفنية أول مرة عم بتطل بمؤاملة من بعد ما نزلت من حوالي الأسبوع عمل الجديد بالإضافة لأخبار كتير ما رح يكون فيه خبر واحد بالبانوراما أكتر من ست أخبار لكن الحال بفتكر بالبانوراما أهم شيء خبر المنزل السيدة فيروز نعم بزقاء البلاط المنزل يلي عمضت في طفولتها صح الأسبوع الماضي كان فيه تقرير خاص عن البيت كانت أعادته الزميلة كريستين حبيب على أثر هذا التقرير تحركت بلدية بيروت رح نتابع كمان التفاصيل إن شاء الله تواصل تحركها إن شاء الله تواصل فينا الآخر يعني مش تكون تحركت بناءا على التقرير وبعدها ترجع لا جمالا مثل ما صار كمان بقضية أماليا أبي صالح يعني يبدو بأنه لما عم نكون موجودين وهون قوة الأعلام وعم بحكي كمان عن منبرنا تحديدا لما عم نسلط الضوء عم تاخد هيدا الأضايا حقها للأسف مش لازم دايما هيك تصير الإشياء لأن لازم الحق يمشي أو ياخد مجرى من دون ما يكون فيه وسيلة إعلامية قوية بظهره لأنه هو بالنهاية حق ولكن يبدو بأنه تسلط الضوء عم بيفيد فهيدا واجباتنا نعم ورح نتابع التفاصيل السور فردت شادي أهلا بكم بعد غياب عادة ألين خلف إلى الصحة الفنية بأغنية ماقلة ودل لقاء معها لتسلط الضوء على جديدها الذي حقق نجاحا على الإزاعات اللبنانية فماذا تقول عنه؟ ترجمة نانسي قنقر كان فيه شوية غياب كانت ظروف الحالة يعني الحالة اللي حولينا واللي بالبنان بتعرف الحروبات اللي صارت وزروفي أنا شخصيا كمانا كانت مؤسرة بس هلأ أني يعني صار الوضع أحسن شوي وبتعرف اليوم الإنتاج كمانا أنا كنت عاملي ألبوم بخلصته بس فيه كان شوية مشاكل إن شاء الله عم تنحل قريبا فقررت أن ما بقى طويل غيبة ونزل السنجل حتى الناس يعني ما تقول وين راح تقالين خلاف أو اشتقنا لأنه خلص ببقى أبدا طول الغياب بس غيب شوية بزعل يعني أنا بزعل من نفسي بس ما علي الظروف شوية بتحكمنا أنه نتأخر شوية حتى لما تغيب العالم ما بتنسى اسمك ما بقى عريبة هيدا كلهم بيسألوني عنده ولي شو عاملي أنت هلقد أنه اسمك يعني الناس عطول تقول قالين خلاف أنه معلم بقى هيدا الشغل كتير منيحة يعني يمكن تعبت شوية على اسمي تبنيتو وتالناس حفظت لإسمي إن شاء الله ضلنيك دي أنت بالحياة دفعت تمام طيبة قلبك لأنني اللي قراب مني بيعفو أنه أنت قلبك طيب نعم بعدني قلبي طيب ما رح تغير لأنه نحن عم نشتغل يعني كل قلبي طيب بس أنه مش لدرجة يعني أنه غير شي تربيت على الطيبة والمحبة ما تربيت على النفاق والكذب مشن هيك بتعب شوي بالحياة بس طيبة قلبي أكيد في محلات يعني هيك عثرت ليها بالحياة لأقصصة إن كان العاطفية أو إن كان الغير فنية موسيقى توصري لمحال بتفكري بتقولي أنه صار لازم اتزوج لازم ابن عائلي لأنه هيدا الأساس بالحياة الفن يمكن ما بيدوم نعم هو أكيد الفن ما رح يدوم يعني ما في شي دايم بالنهاية بس دايما بالحياة المصرية مثل الزواج والحب والعيلة هيدا الشاغلة نحنا ما فينا نفرضها على حالنا فارد يعني فينا أنا أقول أنا هلأ لازم اتزوج موا بدي جيبوا للشغل يعني عرفت علي بالفن فينا نخطط لشغلنا فينا نخطط لأهدافنا بس أما بهيدا الشاغلة كتير صعبة بالقبل ما كتفكر هيك أنا كتفكر أنه لأ هلأ لازم اتزوج أنا خلص ومدرشه وعبالي جيب أكون عندي ولد وعبالي أعمل بيت وواواوا هلأ أنا فكر بغير تفكير فكر أنه هي بتجي لوحدة كيف ربنا هو بيبعث النصيب كيف بتصير الأساس بس بتمنى لنفسي أكيد يكون عندي عائلة لأنه بالنهاية العائلة هي كنز هذه ظروف الوطن العربي صارت عم بتكون عامل بشكل صعوبات لأي فنين بدوا يقدم أي عمل فني صراحة الظروف اللي عم بتصير بالوطن العربي مؤسرة كتير يعني نحنا دايما نحب نبعث الفرح ونبعث الحب والمحبة والتهييس يعني كل شي حلو مثل الزهرة وقتل بتتفتح الألوان بقى للأسف اليوم ما عم يبعطوا لنا ألا دم وإلا إلا حروبات وإلا يعني الإنسان معدق له إيمة بقى هذا بأثر كتير على الفنان لأن الفنان هو إنسان بالنهاية هي مثله مثل أي إنسان مثل هالأشخاص اللي عم بيعانوا اللي إجتوا نحرب حتى بلندين إحنا إجونا نحرب كتير موسيقى 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 باريس الانتحار ونقلت إثر محاولتها إلى مستشفى لس أنجلس بعدما تم إنقاذها وهي تحظى الآن برعاية صحية وهذه هي المرة الأولى التي تقلم على فعلة مماثلة وكانت باريس قد نقلت بواسطة سيارة إسعاف عند ثانية فجراً من منزلها في كاليفورنيا ومحاولتها الانتحار جاءت بعد أربع سنوات على فقدانها وليدها وتؤكد أن حالتها النفسية كانت وراء ذلك ستدخل نجمة هوليوود جينيفر أنستن القفص الذهبي مع حبيبها الموثل جاستن ثيرو خلال فصل الصيف لكن اللافت أن جينيفر لن تدعو والدتها إلى حفل الزفاف بسبب وجود قطيعة بينهما ليتكرر المشهد ذاته يوم تزوجت من براد بيت يذكر أن خلاف النجمة ووالدتها يعود إلى عام 96 يوم تحدثت والدتها عنها في وسائل الإعلام قائلة أنها لم تزورها في المستشفى بعد وعكة صحية ألمت بها جورج هذه هي نشرتنا الفنية ما رح قال لك أي خبر أكتر شيء لفتك لأنه ولا كنت مركز ولا على خبر لا بس أنا كنت عم بفضحك يعني لا بالعكس كنا عم نحكي على كليب ميريان فاريس صح كنت عمل لك معقول لك كذا شو مهضومين وصح ميريان بيلبق لك التغيير على كل حال هذه هي كانت نشرتنا الفنية للليلة وهذا كل شيء شكرا لك شادي وبنرجع بنشوفك أنا التنين برجع بالتقمع المشاهدين بنشرة جديدة نهر الأحد رح تكون دارين وبكرة أف وبكرة أف يعطيك العافية شكرا جورج في الختام تذكير بعنوين هذه النشرة يوم يتقلب على الأمن في ترابلس ووصول جرحا من القصير إلى البقع ثمن الحرب بين باب التباني وجبل محسن مليون في الليلة مليون دولار عن أليلة مصروف زخيرة بالليلة الأوية سوريا تعلن مقتل زعيم لواء التوحيد أندوف الجولان ماذا تبقى منها أردوغان يخضع والشارع على غضبه وكان في النشرة خير الكلام مقل ودل كان هذا كل شيحة الساعة شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر